السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجاح بإذن الله سنة تعبت فيها فلازم تنهوها ان شاء الله على خير هنحضر زي ما بنحضر كل مرة الوراء والألم معنا النهاردة اسئلة مهمة جدا من كتاب المدرسة واسئلة الطلبة اللي بعتها لنا وتواصلوا معنا وسألونا على الاسئلة المهمة دي وبأكد تاني لما نيجي نراجع لامتحانات نبتدى نراجع من أول 2018 وانت طالع لأن قبل كده كان فيه أجزاء تم حسفها من المنهج فهل لا أسئلة انت مش تلاقي لها أجابة طبيعا انت مش هتلاقي لها أجابة لأن الكلام ده كله تم حسفه من المنهج طيب الحلقة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على جزء منها هنتكلم فيه على جزء نظري وجزء كمان بعض الحالات العملية على المعشات قبل ما نبتدي بأكد تاني في كل حلقة زي ما بنأكد نخلي بالنا الامتحان مقسم إلى سلاسة أجزاء قلنا الجزء الأول قانون العمل والتأمينات ده هيبقى عليه أسئلة وهو يكتب لنا قانون العمل والتأمينات الجزء الثاني قانون الخدمة المدنية اللي هو قانون رقم 81 لسنة 2016 الجزء الثالث قانون التأمين أو التأمينات وده اللي بيبقى فيه الجزء العملي لكن ده ما يمنعش أن مع الجزء العملي بييجي بعض الأسئلة النظري وده هنبقى نتضرب عليها في حصص المراجعة القادمة بإذن الله نبدأ مع بعض كده حلقتنا ونشوفه النهاردة الأسئلة اللي معانا ايه عندنا النهاردة طبعا مراجعة عامة على المادة بتاعتنا نشوف أول سؤال عندنا النهاردة ايه تكلم عن الأجازة السنوية والأجازة المرضي والأجازة العرضة للعامل طيب هو احنا قلنا ليه أجازة سنوية وأجازة المرضي والأجازة العرضة أو الطريقة للعامل طبعا الأجازات عشان كده بنقول في الامتحان أنه هو بيقسم لنا الأسئلة بيقول لي دي تخص قانون العمل أو دي تخص قانون الخدمة المدنية احنا النهاردة بنتكلم على أجازات العامل أجازات العامل متعددة في منها الأجازة بأجر كامل وعشان تعرف يعني أجازة بأجر كامل يعني العامل هياخد الأجازة بتاعته وهياخد كمان الأجر عليها طيب نبدأ بأول أجازة عندنا هتوار أو ألم وكتب معايا عشان هبسطها لك كده بطريقة بسيطة ونشوف الأسئلة الفنية اللي ممكن تيجي عليها في الأجازة السنوية طيب الأجازة السنوية دي من اسمها كده هتتتخد كل قد إيه رضو عليكم كل سنة يبقى الأجازة السنوية دي من حق العامل إنه هو يحصل على أجازة سنوية كل سنة طيب هيحصل عليها إزاي؟ يعني أي عامل هياخد أجازة سنوية؟ القانون لا ما قالش كده ما القانون قال إيه؟ قال العامل خلي بالك بقى من الكلام العامل اللي أمضى في العمل سنة كاملة سنة كاملة إلى تسع سنوات يعني ما عداش العشر سنين هياخد أجازة واحد وعشرين يوم يبقى الأجازة مدتها واحد وعشرين يوم لمن أمضى في العمل سنة كاملة تاني عشان لو جلنا أكمل الأجازة السنوية مدتها واحد وعشرين يوم لمن أمضى في العمل قد إيه؟ سنة كاملة وتزداد إلى تلاتين يوم لمين بقى؟ لمن أمضى عشر سنوات في أكتر يبقى أول نقطتين هم هتبقى الأجازة مدتها واحد وعشرين يوم اكتب الكلام ده عشان الكلام ده مهم جدا ممكن يجينا في الامتحان أكمل أو اختار من بين الأقواص أو يسألك على الصح والغلط طيب يبقى الأجازة عندنا للعامل لمن أمضى سنة واحد وعشرين يوم وتزداد إلى بتزيد يعني إلى كاملة إلى تلاتين يوم لمين؟ لمن أمضى في الخدمة أكثر من عشر سنوات طيب في سؤال دلوقتي هيسألني يقول لي هو يعني إيه؟ أمضى في الخدمة يعني إيه أمضى يعني؟ يعني يقعد في الشغل طيب ما ممكن يكونش كان شغال عند حد تاني سنوات الخبرة الأمضاء دي بتتحسب بصرف النظر هو كان شغال عندي مين؟ يعني إيه؟ يعني لو أنا قلت لك كده لو أنا مثلا رحيتش تغل في شركة أو مصنع قطاع خاص وعدت فيه تلات سنين من التزامات صاحب العمل لو أنا سبت الشغل بأخذ شهادة خبرة بالتلات سنين كده دول يتحسبولي حتى لو أنا ما اشتغلتش عند اللي رايح عنده أكتر من مدة معينة بس كملت العشر سنوات خبرة من حق هنا أخذ منه الأخير ده أخذ منه أجازة تلاتين يوم وبعد ما خلص كده هقولك السؤال بتاعها في الكتاب وبيجي إزا في الامتحان ونجاوب عليه يبقى الأجازة السنوية تانية عبارة عن لمن أنضى سنة واحد وعشرين يوم وتزداد إلى كام بربع عليكم تلاتين يوم لكل من لكل من أنضى في العمل أكثر من عشر سنوات ويجي على القانون تاني قال إيه بقى كل من تعدى سن الخمسين كل من تعدى سن الخمسين مدة أجازة السنوية تلاتين يوم تاني هقولها ها ونكتب كل من تعدى سن الخمسين أجازة السنوية كانت تلاتين يوم يبقى عندنا فيها تلات حاجات لحد دلوقتي إيه هم التلات حاجات دول أول حاجة في الأجازة السنوية عبارة عن 21 يوم لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة وتزداد إلى 30 يوم لمن أمضى في الخدمة أقصر من 10 سنوات كل من تعدى سن الخمسين أجازته بتبقى 30 يوم واجه القانون قال بقى إيه تزداد الأجازة سبع أيام يعني إيه سبع أيام على اللي احنا قلنا ده لمين بقى مش لأي حد لكل من يعمل في المناطق النائية والخطرة النائية يعني إيه النائية المناطق البعيدة لو أنا شغال في منطقة بعيدة أو منطقة طبيعة العمل فيها خطرة الأجازة بتزد لي سبع أيام على الأجازة السنوية بتاعتي يبقى الأجازة السنوية ممكن نلخصها في 4 نقاط إيه هما 4 نقاط دول أول نقطة عبارة عن 21 يوم لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة أهم حاجة أن يكون كامل إيه سنة كاملة وهجاوبك على السؤال اللي في دماغك دلوقتي بعد كده تزداد الأجازة إلى مدة كام؟ 30 يوم لمن أمضى في الخدمة أكتر من 10 سنوات وقلنا كمان إن كل من تعدى سن الخمسين أجازته بتبقى 30 يوم وتزداد الأجازة سبع أيام لمن يعمل في المناطق النائية والمناطق الخطرة طيب السؤال بتاع بقى في الامتحان بيجي إزاي إيه يقولك كده تنقل عامل تنقل عامل لدى أكثر من صاحب عمل يعني اشتغل عند أكثر من صاحب عمل حتى أكمل 10 سنوات خبرة كمل كام 10 سنوات خبرة ثم طلب من صاحب العمل الأخير أجازة مدتها 30 يوم برغم أنه لم يعمل لديه سوى سنة واحدة يعني هو اشتغل في عدة أماكن حتى أكمل 10 سنوات خبرة بتوعه تمام؟ طلب من صاحب العمل الأخير أجازة مدتها سنة واحدة أجازة مدتها 30 يوم برغم أنه ما اشتغلش عنده ألا سنة هنقوله هنا قانوني لأنه أكمل إلى 10 سنوات خبرة بصرف النظر هو أكملهم عند صاحب العمل واحد أو أكثر طيب حد تاني هيقول لي طيب انت بتقول يا مستر لو كمل سنة هياخد 21 يوم هل لو ما كملش السنة هل من حقه أجازة سنوية القانون برضو منساش الحتة دي قلقه بيقعد على حسب المدة اللي أعادها يعني قاعد 6 شهور 7 شهور بياخد نسبة من المدة اللي أعادها وخلي بالك الأجازة السنوية لا يمكن النزول عنها أو التنازل عنها الأجازة السنوية لا يجوز العمل خلالها يعني يا مستر لا يجوز العمل خلالها يعني عندنا من أحكام الأجازة السنوية إذا اكتشف إذا اكتشف صاحب العمل أن العامل يعمل أثناء الأجازة السنوية ونوضحها دلوقتي من حق صاحب العمل حرمان العامل من الأجازة أو من المقابل النقدي للأجازة يعني إيه يعني أنا خدت أجازة مدتها 30 يوم أجازة سنوية وخلي بالك الأجازة دي مكفوعة الأجر يعني صاحب العمل هيديني الأجر عليه يعني أنا أخذ الأجازة وأخذ الأجر قمت أخذت 30 يوم واشتغلك في مكان تاني صاحب العمل اكتشف الكلام ده من حقه في هذه الحالة والقانون في صفه إنه هو يحرمني من الأجازة أو يحرمني من الأجر عن الأجازة دي كل اللي يخص الأجازة السنوية مهمة جدا الأجازة السنوية السؤال التاني اللي كان عندنا ما المقصود بالأجازة المرضي الأجازة المرضي أهم حاجة في الأجازة المرضي اكتب الجملة اللي أنا أقولها دي الأجازة المرضي تحسب كل ثلاث سنوات بأجر كامل تاني الأجازة المرضي تحسب كل ثلاث سنوات بأجر كامل طيب بتتقسم ازاي شهر باجر كامل 8 شهور باجر 75% 3 شهور بدون اجر الناس اللي مش فاهم انا بقول ايه بص هي الاجازة دي بتتحسب كل 3 سنين يعني ايه كل 3 سنين يعني احنا بنفضل العامل بياخد اجازة مرضي ونكتب له الرسيد بتاعه الدايرة دي بتلف كل 3 سنين عشان كده بنقول تحسب كل 3 سنوات باجر كامل طيب انا غيبت شهر الشهر الاولاني من المرضي رسيد المرضي مش هنخصم اي حاجة رجعت تاني غبت زودت بقى كده الاجر بتاعنا هيقل يعني 8 شهور التانيين باجر 75% يعني اجر هينزل لو باخد 1000 جنيه هاخد بس 750 جنيه لو غبت تاني 3 شهور بعد 8 شهور بيبقوا بالخص بدون اجر طيب الا بقى في نقطة مهمة عايزين نفهمها الاستثناء ده المريض بمرض مزمن تاني الامراض المزمنة يعني ايه مرض مزمن يعني مرض ما يقدرش العامل يروح بالشغل يعني ممكن يقعد في البيت شهرين 3 اربعة لحد ما حالته تشوى ان شاء الله طيب حله ده ايه هل يتم عليه الكلام اللي بنقوله لا خلي بالك من الجملة دي المريض بمرض مزمن يحصل على اجره كامل تاني المريض بمرض مزمن يحصل على اجره كامل اي مريض بمرض مزمن بياخد اجره كامل حتى يشفى او تستقر حالته ويرجع الشغل تاني طيب في نقطة فنية مهمة جدا في الاجازة المردي احنا عندنا اجازة اسمها اجازة اعياد واجازة مردي لو صدفت لو صدفت ان انا خدت اجازة مردي وصدفت في الاجازة المردي دي اجازة اعياد او اجازة رسمية يعني مثلا انا اخذ مردي لمدة اسبوع في خلال الاسبوع ده في يومين اجازة الجمعة والسبت هل يحسبوا من اجازة الاعياد ولا يخشوا ضمن الاجازة المردي لا يدخلوا ضمن الأجازة المرضي نخلي بنا من النقطة دي إذا صرفت أجازة عياد أو أجازة رسمية أو عطلات رسمية الأجازة المرضي تحسب من ضمن الأجازة المرضي تحسب من ضمن الأجازة إيه؟ المرضي طيب عندنا السؤال الثالث اللي تكلمنا عليه الأجازة العرضة أو الطريقة أجازة عرضة أو طريقة دي من اسمها كده يحصل عليها العامل في الظروف الطريقة اللي خرج عن إرطته طيب الاجازة دي مدفوعة الاج اه مدفوعة الاج خلي بالنا مدفوعة الاج طيب مدتها دي يا مستر مدتها ست ايام يعني انا من حق ان انا اخد اجازة عرضة مدتها ست ايام بس بحد اقصى مرتين في المرة الوحدة تاني بحد اقصى يومين في المرة الوحدة يبقى الاجازة العرضة من حق العامل ستة ايام طوال السنة بحد اقصى مرتين في المرة الوحدة او يومين في المرة الوحدة طيب الأجازة دي تحسب من الأجازة السنوية يعني ايه تخصم من الأجازة السنوية بس خلي بالك تخصم كرقم كأيام ولا تخصم من الأجر نقول تاني نقول تاني الجزء ده الأجازة العرضة مدتها ست أيام بحد أقصى يومين في المرة الوحدة الأجازة العرضة تخصم من الأجازة السنوية ولا تخصم من الأجر هلاقي في الكتاب كاتب لك تحسب من الأجازة السنوية كلمة هنا تحسب معناها أن هي بتتخصم من الأجازة السنوية لكن لا تخصم من الأجل خلي بالك عشان يجي لك صح وغلط ويعكس اللي أنا قلته ده هيقول لي إن شاء الله بإذن الله الامتحانات هتيجي سهلة وجميلة بس أنت ذاكر لسه قدامك الفرصة لسه قدامنا أقل من شهر على الامتحان قدامك فرصة أن أنت تجمع جمع الحلقات تفرج على المادة كلها وإحنا ما سبناش حاجة اللي ما شرحناها سواء كان عملي أو نظري يبقى الأجازة العرضة مدتها ست أيام دي للعامل مدتها ست أيام بحد أقصى يومين في المرة الوحدة الأجازة العرضة تخصم أو تحسب من الأجازة السنوية ولا تخصم من الأجر يبقى ما يجي لك صح وغلط ويقول لك الأجازة العرضة تخصم من الأجر ولا تخصم من الأجازة السنوية أولو لا خطأ تخصم من الأجازة السنوية ربو عليكم ولا تخصم من الأجر كده احنا اتكلمنا على الثلاث أجازات دول تعال مع بعض كده نشوف السؤال التاني الأسئلة اللي بنقولها دي أسئلة مهمة جدا والطلبة بعتلنا واحنا كمان بنراجع أسئلة كتاب المدرسة تعال كده مع بعض نشوف السؤال اللي بعده كده ده السؤال بقى مهم جدا كيفية حماية الأجر إحدى الطالبات في محافظات الصعيد قالت لي يا مستر كيفية حماية الأجر هو ازاي يجي في الامتحان هل يجينا مقالي طبعا احنا عندنا في كتاب المدرسة أكتر من عشر نقط لكيفية حماية الأجر طبعا لا يعقل انه يجيب لي سؤال كيفية حماية الأجر أو وسائل حماية الأجر لكن كل نقطة منهم نقطة فنية ممكن يجيلي عليها سؤال تاني كل نقطة من وسائل حماية الأجر أو كيفية حماية الأجر طبعا حماية الأجر يعني خلي بالك الأجر مهم جدا للعامل الأجر ده قلنا قائم عليه اقتصاد بطي العامل عشان كده قلنا قبل كده العامل يتبع صاحب العمل تبعية اقتصادية يعني الأجر اللي بياخده من العامل ده من صاحب العمل معتمد اعتماد كله على انه هو يكفيه في معيشة بيته وقصرته طيب الأجر ده نحميه ازاي يعني ايه نحميه نحمي الأجر ده من صاحب العمل يعني نحمي أجر العامل ده اللي معتمد عليه لان مش هنسيب حاجة للظروف يعني ايه يعني مش هنسيب مثلا العامل يروح الشغل لانه هو مقطوع تباخد أجر ولا ما اخدت مش هنسيب الكلام ده للظروف القانون كان واضح وصريح في وسائل حماية الأجر خلي بالك وسائل حماية الأجر كل نقطة انقولها بيجي عليها سؤال وانا بشرح النقط هقولك السؤال بيجي ازاي تعال نشوف مع بعض كده أول وسيلة لحماية الأجر يحظر على صاحب العمل يحظر على صاحب العمل أن ينقل عامل بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بأجر أسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بمفكة العامل عند نقله كتابة كلام صعب قوي يا مستر دي معناها ايه بصوا يا شباب إحنا بنقول إيه بنقول القانون يحظر هنا يعني ممنوع على صاحب العمل إننا أنقل عامل من أجر شهري لأجر يومي أو أجر بالإنتاج أو بالساعة أو الكلام ده طب هو أجر يومي يعني أجر بالإنتاج يعني في بعض الأماكن والشركات بتشغل العمال بالإنتاج يعني إيه بالإنتاج؟ يعني أنا بنتج الألم ده أنتاجت النهار ده 100 ألم الألم عليه جنيه هاخد كده يبقى يوميتي يوميتي يعني أجر باليوم أو بالإنتاج يوميتي 100 جنيه تاني يوم أنتاجت 50 وهكذا أما الأجر الشهري الأجر الشهري ده ببقى متفق عليه في عقد العمل واحدة تقولي أو حدها يقولي طب مش هو بالكاتب في العقد الله أربعه عليك كاتب في العقد عشان كده بنقول إيه لا يجوز نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الإنتاجي أو الساعة إلا بموافقة العامل يعني بص لو السؤال جالك زي ما أنا هقوله كده قام صاحب عمل بنقل عامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي وسكت على كده أقوله خطأ لا يجوز نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي لكن لو عاد السؤال عشان كده وإحنا بنحل في الامتحان يريد الطلبة كلها تاخد بالها من الملحوظة دي سؤال صح وغلط أو أي سؤال اقرى السؤال لآخره مش أنت بتبقى حافظ وشاطر وجميل وكل حاجة فبتشوف أول كلمة وتحل لبنان عليها لا اقرى السؤال لآخره لأنه ممكن يضحك عليك في السؤال في أسئلة بتقريص درجة الزكاة عشان اللي هيجيب خمسين من خمسين فييجي يقولك إيه قام صاحب عمل قام صاحب عمل بنقل عامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي لحد كده ما ينفعش كتب بقى في آخر السؤال إيه بعد موافقة العامل كتابة هنا يجوز طالما العامل إيه ربوا عليكم طالما العامل وافق بس القاعدة الأساسية أننا ما ننفعش أننا أنقل عامل من الأجر اليومي من الأجر الشهري للأجر اليومي دي أول وسيلة حماية أجر تعالوا مع بعض كده نشوف الوسيلة التانية إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر القانون كأنه أدى عمله فعلا واستحق الأجر كامل برضو مستر الكلام صعب ما تسهلهن طيب خليك معي الجملة البسيطة دي معناها ايه بيقول لي إذا ذهب العامل إلى محل عمله يعني محل عمله المكان اللي هو شغال فيه في الوقت المحدد في معاد الشغل وحالة بينه وبين عمله كلمة حالة بينه فيه شيء منعه والشيء ده كان السبب فيه صاحب العمل يعني ايه يعني العامل مالوش دعوة العامل واحد أنا واحد الشغل الصبح لقيت المنشأة اللي أنا شغال فيها مغلقة طب يا جماعة مغلقة ليه مثلا لوفاة زوجة صاحب العمل لوفاة نجل صاحب العمل طيب هنا أنا كعامل أنا ماليش علاقة أنا هنا السبب راجع لمين راجع لصاحب العمل في هذه الحالة يستحق لعامل الأجر كامل يبقى الجملة ببساطة معناها لو كان السبب فغلق المنشأة أو السبب اللي منعني عن تأدية عملي راجع لصاحب العمل هنا العامل يستحق تبقى للقانون الأجر كامل يعني يجي يقولك اسكو برأي القانوني ذهب عامل إلى محل عمله فوجد المنشأة مغلقة مغلقة لتهرب صاحب العمل من الضرائب يعني صاحب العمل متهرب من الضرائب فالمنشأة تم يغلقها هنا يحصل العامل على أجره كامل ليه مستر لأن السبب راجع لمين لصاحب العمل أو زي ما الكتاب يقول ذهب عامل إلى مقر عمله فوجد المنشأة مغلقة لوفاة نجل لصاحب العمل يستحق العامل الأجر كامل لأن السبب هنا راجع لصاحب العمل طيب نقول النقطة اللي بعدها أما إذا حضر وحالة بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف الأجر هنا بقى القانون فرق ما بين حالتين نخلي بقى فرق ما بين حالتين الحالة الأولى أن السبب يكون راجع لصاحب العمل والحالة دية يستحق فيها العامل الأجر كامل أما الحالة التانية لو ذهب العامل إلى مقر عمله وحالة بينه وبين عمله سبب قهري سبب إيه؟ سبب قهري يعني إيه قهري يا مستر؟ يعني خارج عن إرادة صاحب العمل يعني صاحب العمل ما لوس زنب فيه إلا يحصل يستحق العامل نصف الأجر يبقى ببساطة كده لو السبب راجع لصاحب العمل استحق العمل الأجر كامل أما لو كان سبب قهري خارج عن إرادة صاحب العمل يستحق العامل نصف الأجر زي إيه يا مستر؟ زي ما الكتاب بيقول بالضبط ذهب عامل الى عمله في الوقت المحدد ولم يستطع مزاولة عمله بسبب انقطاع الطيار الكهربائي يعني انا واحت الشغل وما قدرتش اشتغل طول اليوم لان الكهرباء كانت مقطوعة هنا استحق نصف الاجر طب ليه نصف الاجر لان هنا السبب قهري خارج عن ارادة صاحب العمل القانون فرق لنا بين حالتين لو انا واحت الشغل وما قدرتش اشتغل لسبب راجع صاحب العمل استحق الاجر كامل اما لو كان السبب قهري بستحق نصف الاجر طيب تعالى نشوف مع بعض طريقة كمان من وسائل حماية الاجر لا يجوز لصاحب العمل الزام العامل بشراء اغزية او سلع او خدمات من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل من سلع او يقدمه من خدمات بابدوا مستر الجملة صعبة ما تساهلهنه طيب الجملة دي معناها ايه معناها كده ناخد مثال بسيط عشان نفهم المعنى بتاعها انا شغال في مصنع حلويات الاجر اللي انا متفق عليه الف جنيه جيت اخر الشراء صاحب العمل اداني تمنمائة جنيه يبقى انا كده فاضل لي كام بابدوا عليكم فاضل لي متين جنيه الزمني ان هو اشتري بيوم حلويات من عنده هنا بقول له غير قانوني غير قانوني ليه لازم اولا اخد اجر كامل ويحظر على صاحب العمل الزم العمل بشراء منتجات سواء من عنده او من عند الغير ما ينفعش يلزمني لازم اخد اجر كامل في كتاب المدرسة في بقية القانوني بيقول ايه بيقول عامل اجره الشهري ميتين جنيه اجره كام ميتين جنيه اعطاه صاحب العمل مية وتمانين جنيه والباقي منتجات من الشركة اقول له لا عفوا هنا غير قانوني لا يجوز يؤدى الاجر كامل ويحظر على صاحب العمل الزم العامل بشراء شراء منتجات من اجر العامل يبقى انا هنا ما اقدرش هلزم العامل ان هو يشتري منتجات من عندي النقطة اللي بعد كده لا يجوز لصاحب العمل لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من عشرة في المية وفاء لما يكون قد اقراضه من مال اثناء سريان العقد او يتقاضى اي فائدة عن هذه القروض ويسري ذلك الحكم على الاجراء المدفوعة مقدمة يعني يا مستر يعني ببساطة كده سؤال هل انا ممكن اطلب قرد من صاحب العمل سلفة يعني القانون اه استخلي بالك انا بطلب من مين من صاحب العمل انما حط الجملة دي في دماغك يحظر على العامل الاقتباد من العملاء دي من الاعمال المحظورة طيب خلينا في القرد انا ينفع اخد قرد من صاحب العمل اه ينفع بس القانون قال لصاحب العمل لو هتيدي للعامل قرد يبقى القرد ده قرد حسن حسن يعني ايه ايه بدون فوائد يبقى القرد لازم يكون ايه قرد حسن ايه بدون فوائد طيب هنخصم ازاي من العامل القانون ما سبهاش ليه الجدال قال لا هنخصم من العامل مبلغ ما يزيتش عن عشرة في المية طب من ايه من الاجر بتاعه مش من القرد كمان يعني انا سلف من صاحب العمل الف الفين ثلاثة بس مرتبي ستمية يبقى مش هينفع اقصم اكتر من عشرة في المية من الستمية دول وفي الاسئلة اللي هتجينا بعد كده هنشوف بتجينا ازاي في هيئة مسألة وبنحلها يبقى هنا القرد مقدر شخصم اكتر من عشرة في المية تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده من الاسئلة المهمة اللي بتجينا على طول اسكر الرأي القانوني في المواقف الاتية اضطر صاحب عمل للاستغناء عن بعض العاملين بدلا من اغلاق المنشاة دون رجوع للجهات المختصة تاني اضطر صاحب عمل للاستغناء عن بعض العاملين بدلا من اغلاق المنشاة دون رجوع للجهات المختصة احنا قلنا الرأي القانوني بنجاوب لا اما بكلمة يجوز او لا يجوز او قانوني او غير قانوني وفي الحالتين نقول السبب لا عشان ناخد الدرجة كاملة احنا بإذن الله إن شاء الله في الامتحان قانون العمل. الامتحان جاي سهل وبسيط وماكفوش أي مشكلة إن شاء الله مسائل عملي وجايلين ماقف قانونية كل اللي احنا بنقوله ده من كتاب المدرسة والامتحان بيجي مطابق للكتاب. فالمتحان سهل. بس انت ذاكر. انت ذاكر ذاكر اللي احنا بنقوله. اذاكر من كتاب المدرسة. اي سؤال معك مش عرفت حله حل الامتحانات السابقة وبعت لنا السؤال ونحن نحله لك سواء كان عملي او نظري. احنا هنا بنقول اضطرى صاحب عمل الى الاستغناء عن بعض العاملين دون رجوع للجهة المختصة في حالة الاغلاق. بص في حالة الاغلاق من حق ان انا استغناء عن بعض العاملين عشان اعمل اغلاق جزئي. لكن القانون قال يحظر على صاحب العمل الاستغناء عن اي عامل دون رجوع لمين? للجهة المختصة. يبقى في موقف زي ده. بقول له هنا غير قانوني او لا يجوز. طب ليه? يجب على صاحب العمل ارجوع للجهات المختصة. يجب على صاحب العمل ارجوع لمين? للجهات المختصة. طيب الموقف التاني. طالب صاحب العمل المعوق باجتياز الاختبار كشرت التعيينه. يعني ايه? صاحب عمل قال لي واحد من زور الاعاقة. انا مش هشغلك. قال لما هتمر على الاختبار. اجتياز الاختبار يعني ان انا انجح فيه. طبعا هنا بنقول لصاحب العمل. اسفين. لا يجوز. وغير قانوني. طب ليه? رفع عليكم. لان المعوق يعفى من الاختبارات. تاني. المعوق يعفى من الاختبارات. لو ايه قال لك كده? رفض صاحب عمل تعيين معوق. الا بعد اداء الكشف الطبي او اجتياز الاختبار. في الحالتين بقول له لا. غير قانوني. يعفى المعوق. ودي من حرور المعوق. يعفى المعوق من الكشف الطبي. وكمان يعفى من الاختبارات. طيب نشوف اللي بعده. رفض صاحب عمل تشغيل عامل. لم يقدم ذمن مصرورات التعين شهادة الميلاد. السؤال تاني. رفض صاحب عمل تشغيل عمل لم يقدم ذمن مصرورات التعين شهادة الميلاد. وكلمة مصرورات التعين يعني مستندات التعين. طبعا احنا خذنا الحلقة اللي فاتت وف المراجعة اللي فاتت. المستندات المطلوبة للتعيين حاجات المطلوبة مني مطلوب مني مستندات عشان أتعين مطلوب مني شهادة ميلاد مطلوب مني صور شخصية مطلوب مني البطاقة الشخصية مطلوب مني صحيفة الحالة الجنائية الموقف من التجنيد شهادة الخدمة العامة المؤهل الدراسي طيب فيه بقى مستند لو أنا ما جبتوش ما يقدرش صاحب العمل يقول لي مش أشغل لك اللي هو جايل في السؤال ده والسؤال جايل على الاستثناء المستند ده شهادة الميلاد طيب اشمعنا مصطل شهادة الميلاد أقول لك ليش معنى لأن إحنا عندنا مستند تاني بيحل محله اللي هو إيه ب Bah Schnub البطاقة الشخصية البطاقة الشخصية تحل محل مين شهادة الميلاد يبقى أنا لو ما جبتوش لصاحب العمل ما جاء قدم على شغل ومدتله شهادة الميلاد ما يقدرش يقول لي لا للبطاقة الشخصية تحل محل شهادة الميلاد يعني الموقف اللي قدامنا هنا بنقول له غير قانوني لأن البطاقة الشخصية تحل محل شهادة الميلاد نشوف اللي بعده عامل أجرس شهري 1200 جنيه أعطاء صاحب العمل أتلف خمات كوميتها 300 جنيه خصمها صاحب العمل دفعة واحدة تاني عامل أجرس شهري 1200 جنيه أتلف خمات كوميتها 300 جنيه خصمها صاحب العمل دفعة واحدة. هنا بقى خليك معايا. هنا نقطة مهمة جدا. هنا جايب سؤال بيقول لي عامل بياخد الف ومتين جنيه في الشهر. يبقى ده الاجر بتاعه. اتلف خامات العامل ده. اه بوز حاجات يعني او اتلف خامات. اهمل في شغله. الخامات ده مبلغة تلتميت جنيه. خاصة ما صاحب العمل عند القبل. هنا يجوز ولا لا يجوز. احنا عندنا جملة سابتة جدا. اه نخلي بنا. احنا ليسا ما نعرفش الوقت هنا يجوز ولا لا يجوز. بس نقول الجملة الاول. عشان نفهم. القانون بيقول لا يجوز لصاحب العمل خصم اكثر من اجرة خمس ايام في الشهر. تاني. لا يجوز لصاحب العمل خصم اجرة اكتر من خمس ايام في الشهر. يعني ايه? يعني لو انا وقع علي خصم. صاحب العمل ما يقدرش يخصم نقدا فلوس يعني. اكتر من اجرة خمس ايام. يعني يشوف اليوم بكم? اكتر من خمسة. يبقى الحالة اللي قدامنا دي. عشان اعضب اجاوب عليها. لازم اعمل اللي انا هعمله ده. بالقالة الحزبة. نحسبها بالزبط. ازاي يا مستر? بصت معايا كده. هنحسبها ازاي في اه كمسألة عملي. هو دلوقتي بيقول لي. الاجر بتاعه. الاجر عندنا تلتمية جنيه. الاجر الف ومتين جنيه. اجر العامل الف ومتين جنيه. ويه? الحاجات اللي اتلفها الخامات. التالفة بتلتمية جنيه. طيب هو بيربط الف ومتين جنيه في الشهر. لما يربط الف ومتين جنيه من الشهر. يبقى اليوم يقف بكم? الف ومتين. على التلاتين يبقى اليوم بربعين جنيه. اليوم بتاعه بربعين جنيه. والقانون قال ليه يا جوز خاص مكتر من اجرة كام? ربع عليكم. خمسة ايام. يعني ببعين في خمسة بمتين جنيه. اقصى حاجة يخصمه له صاحب العمل متين جنيه. هو خصم له هنا كام? خصم له كام? خصم له تلتمية جنيه هنا بقول له. لا يجوز خصم اكتر من اجرة خمس ايام للعامل. نيجي للسؤال اللي بعده. اعدم صاحب عمل ملفات بعض العاملين لديه بعد انتهاء علاقة العمل بشهر. يعني ايه? اه الملفات بتاعت العمال اعدمها اعدمها هنا يعني اه رماها اتلفها. عمل فيها اي حاجة. اعدمها يعني استغنى عنها. طيب. القانون قال ايه بقى في الجزء ده? من التزامات صاحب العمل. الاحتفاظ بملفات العاملين لمدة سنة. من انتهاء تاريخ العقد. يعني مش مدة سنة هم معها. لا. ده من انتهاء تاريخ العقد. يبقى هنا بيقول لي صاحب العمل اعدم الملفات بعد قديه. بعد انتهاء العلاقة بشهر. بقول له هنا غير قانوني. او لا يجوز. يجب الاحتفاظ بملفات العاملين. اه لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد. كده ده الرأي القانوني. تعال بقى نشوف الجزء اللي معنا الوقتي. جزء مهم جدا. تعويض الدفعة الوحدة. ده من الجزء العملي المهم جدا. يعني ايه تعويض الدفعة الوحدة. طب من اسمها كده شباب. بتتخذ. هتتخذ كم مرة. مرة واحدة. طيب. ايه هي حالات استحقاق تعويض الدفعة الوحدة. اذا انتهت خدمة المؤمن عليه. ولم تترفع فيه شروط استحقاق المعاش. او زيادة مدة الاشتراك عن القادر اللازم عن الستة وتلاتين. يعني ايه? عندنا حالات الدفعة الوحدة. المؤمن عليه بيحصل على حالات الدفعة الوحدة في حالتين اساسين. اول حالة ازا زادت مدة الاشتراك عن ستة وتلاتين سنة. يعني ايه مصطر مدة الاشتراك تزدي عن ستة وتلاتين سنة. هو ينفع المؤمن عليه يقعد في الشغل اكتر من ستة وتلاتين سنة. او طبعا ينفع. واحد اتعين في الحكومة مثلا او في القطاع الخاص. وعنده عشرين سنة. يبقى هنا هيفضل يدفع تأمينات لمدة قد ايه? اربعين سنة. لما نيجي نحسب له المعاش. بنقول المعاش بيساوي. متوسط الاجل. في مدة الاشتراك. طب مدة الاشتراك دي ملها. القانون حد لها. حد اقصى. اللي هو كان ستة وتلاتين سنة. طب ما انا كده دفع زيادة. او دفع زيادة. رحوا علي? لا ما رحوش علي. كده انا اخدهم تعويض دفعة واحدة. ودي من المسائل المهمة جدا. اللي هنشوف المسألة بتجي ازاي? وهقولك تحلها ازاي? ان شاء الله تبقى بسيطة. وهنعيدها مرة واتنين لحد ما تفهم المسألة دي بتتحل ازاي? تعال نشوف كده صيغة المسألة اللي قدامنا. مؤمن عليه. انتهت خدمته بالقطاع الخاص. لبلوه سن المعاش اللي هو سن الستين. وله مدة اشتراك تمانية وتلاتين سنة. ومتوسط الاجر الشهري للسنتين الاخيرتين. الف وخمسمائة جيني. احسب مستحقاته. طيب. كل المعلومات اللي عندي. نبص بقى معنا كده في الحل. هنحلها مع بعض. بالورقة والقلم. ولو ما فهمناش نعيدها مرة واتنين وتلاتة. نبدأ كده. مسألة زي كده. اطلع عشان تحل بطريقتك انت. هنحل بطريقتك انت. هتعمل ايه? طلع البيانات اللي عندك. انت عندك الوقت البيانات. مدة. الاشتراك بتاعتك. في المسألة. مدة الاشتراك تمانية وتلاتين سنة. مدة الاشتراك كام? تمانية وتلاتين سنة. متوسط. اجر العامل ده. الف وخمسمائة جينيه. وده اللي انا محتاجهم. طيب. مدة الاشتراك. طيب انت مستر بتقول مدة الاشتراك اقصى حاجة ستة وتلاتين. برافو عليكم. ما هو. بيقول لحسب مستحقاته. التمانية وتلاتين دول. اقصى مدة اشتراك كام? برافو عليكم. ستة وتلاتين. طيب الفرق بين التمانية وتلاتين والستة وتلاتين. هستخدم هنا لألى الحسب عشان ما اغلطش. الفرق بينهم سنتين. تمام. يبقى الستة وتلاتين دي. هنجيب عليها المعاش. والاتنين دي. هجيب عليها تعويض الدفع الوحدة. تاني. اللي ما فهمش يخلي باله معايا. لو جاب لك مدة الاستراك تزيد عن ستة وتلاتين سنة. يعني سبعة وتلاتين تمانية وتلاتين. اي مدة تزيد عن ستة وتلاتين سنة. او معامل كده. اسمع المدتين. ستة وتلاتين. والباقي. طيب اشمعنا مستر ستة وتلاتين. لان القانون بيقول. اقصى مدة اشتراك كام? ستة وتلاتين. حتى القانون بيقول. يستحق المؤمن عليه تعويض من دفعة واحدة. اذا زادت عن كام? عن ستة وتلاتين. ادي الستة وتلاتين اللي هنجيب عليهم المعاش. والمدة الزيادة. الزيادة عن كام? عن ستة وتلاتين? هحسب عليها التعويض. طيب. هجيب المعاش ازاي? هقول له المعاش بيساوي. متوسط الاجر. في ستة وتلاتين. في واحد على خمسة واربعين. وانا مطلع البيانات عندي. متوسط الاجر عن ستلاتين الاخرين كام? الف وخمسمائة جيني. متوسط الاجر بتاعنا. الف وخمسمائة جيني. في ستة وتلاتين سنة. في واحد على خمسة واربعين. سمح حد من اللي بتفرج علينا واتبعنا يقول لي. يا مستر انت جيبت ستة وتلاتين من اين? طيب ما هو بيقول مدة الاشتراك ديك تمانية وتلاتين. هقول له تمام. بس اقصى مدة اشتراك عندي. ما اقدرش احط في القانون اكتر من كام? من الستة وتلاتين ديك. يبقى الالف وخمسمائة في الستة وتلاتين. في واحد على خمسة واربعين. وده معامل او معدل سابت. هيديني الف وامتين جيني. كده انا جبت المعاش. نقص لنا ايه? تعويض. الدفع الوحدة. اللي هو هيستحقها. عشان المدة زادت عن كام? رفع عليكم عن ستة وتلاتين تعويض الدفع الوحدة. هقول له بيساوي. هاخد متوسط الاجر اللي في المسألة. الف وخمسمائة جيني. في. واضرب في اتناشر. بتضرب ليه في اتناشر يا مستر? عشان انا كان بتخصم مني كل شهر. في. المدة الزيادة. المدة الزيادة هنا كام? اللي انت اسمتها هنا. خدت الستة وتلاتين. يبقى المدة الزيادة هنا اضرف عليكم سنتين. في خمستاشر عالمية. وده معدل سابت. يبقى تاني. القانون هو لو عايزه قانون وتحفظه انت. هتقول متوسط الاجر. في اتناشر ودي سابتة. في المدة الزيادة. في خمستاشر عالمية. ده القانون اللي انا اشتغلت به. يبقى الالف وخمسمائة هاي. في اتناشر ودي سابتة. في اتنين. جبنا من اللي اتنين دي. برافو عليكم. عبارة عن التمانية وتلاتين ناقص الستة وتلاتين. هيديني سنتين زيادة. في خمستاشر عالمية. هيديني خمستلاف وربعمائة جنيه. دول تعويض الدفعة الوحدة. يبقى احنا كده عندنا اول الحالة من حالات تعويض الدفعة الوحدة. يستحق المؤمن عليه تعويض من دفعة واحدة. ازا زادت المدة الاشتراك عن كام? عن ستة وتلاتين. بعمل ايه? بقول لك ببساطة اهو. هيديك مدة اشتراك زيادة عن ستة وتلاتين. طب انت هتقوم اعمل ايه? مسلا ادالك اربعين. هتقوم انت. فاصل المدتين. اهل ستة وتلاتين. اجيب لها معاش. طب ليه ستة وتلاتين لانيه دي? اقصى مدة اشتراك. وبعد كده اجيب. طيب اللي مفهمش الحالة الاولانية هشرح لك حالة تانية. عشان تفهم برضو تاني. عشان المسألة دي مهمة. لو انا قلت لك مؤمن عليه. انتهت خدمته لبلغه سن المعاش. وبلغت مدة اشتراك مدة اشتراكه. اهي. مدة الاشتراك بلغت. اربعين سنة. ومتوسط اجره الف جنيه. طيب. مدة الاشتراك كام? اربعين سنة. يا مستر دانت لسه ايلينا اقصى مدة الاشتراك كام ستة وتلاتين برافو عليكم. او ماخد الاربعين وعمل كده. عشان ما نساش. ستة وتلاتين. الفرق للاربعين والستة وتلاتين اربع. الستة وتلاتين دي. اجيب لها معاش. ودي اجيب لها تعويض من دفع واحدة. اقول له هنا. المعاش بيساوي. اخد المتوسط. الف في مدة الاشتراك. اوعى تكتب لاربعين. يبقى ما عملناش حاجة. اقصى مدة الاشتراك كام في التأمين. برافو عليكم. ستة وتلاتين سنة. في واحد على خمسة واربعين. وده معامل سابت. بعد كده اقول له تعويض. الدفعة الواحدة. بيساوي. قانون هو لو عايز تكتبه وتذكر بيه. متوسط الاجر. موجودة عندك في المسألة اللي احنا جايبينه. الف. في. اتناشر ودي سابتة. في. المدة الزيادة. زيادة يعني هي مصطب. اللي زادت عن الستة وتلاتين. اللي احنا جايبينه هنا كام? اربعة برافو عليكم. في المدة الزيادة. في خمستاشر على مية. وده سابتة. اهم اي المتوسط الاجر. الف جنيه. في اتناشر. في المدة الزيادة للاربعة. في خمستاشر على مية. طيب. تاني للمرة الاخيرة. الاربعة دي جيت منين اللي ما اللي مش فاهم. اجت عن طريق. انه جايب لمدة اشتراك اربعين. قلت له الاربعين دي اقصى مدة اشتراك ستة وتلاتين. لو طرحت اربعين من ستة وتلاتين. يديني اربع سنوات. دي المدة اللي انا دفعتها زيادة. ده تعويض الدفعة الوحدة في الحالة الاولى. ازا زادت المدة عن كام? عن ستة وتلاتين سنة. طب هل فيه تعويض من دفعة واحدة في حالة تانية? اه. تعويض من دفعة واحدة يستحق المؤمن عليه. ازا لم تتوافع فيه شروط المعاش. يعني ايه? تعاكد انشوفوا المثال اللي قدامنا ده. مؤمن عليه. انتهت خدمته بالاستقالة. يعني الراجل ده قدم استقالته. وعمره كام? عمره تلاتة وخمسين سنة. وله مدة اشتراك خمستاشر سنة. ومتوسط اجره للسنتين الاخراتين تلتمية جنيه. احسب تعويض الدفعة الوحدة. ريع الاستثمار مجموع المبالغ المستحقة. طيب. خليك معايا بقى. واحنا بنحل كده. هنطلع مع بعض البيانات بتاعتنا. هنطلق بيقول لي مؤمن عليه. انتهت خدمته بالايه? بالاستقالة. ولما استقال كان خلي بالك انا هعمل ايه? كان سنه لما قدم استقالته كان سنه تلاتة وخمسين سنة. يعني الراجل ده قدم استقالته وسنه تلاتة وخمسين سنة. طب متوسط اجره كان في المسألة متوسط الاجر بتاعه تلتمية جنيه. مدة الاشتراك بتاعته اتناشر خمستاشر سنة. ادي بيانات المسألة اللي عندي. واحد قدم استقالته وسنه تلاتة وخمسين عمره يعني تلاتة وخمسين. متوسط اجره تلتمية جنيه? مدة الاشتراك بتاعتنا خمستاشر سنة. المطلوب تعويض الدفعة الوحدة. هو طالب مباشرة. واحد يقول له مستر طب هنا احنا مش هنجيب معاش? هقول له لا. هنا مش هنجيب معاش ليه? لان مدة الاشتراك بتاعته ديت لا ينطبق عليها شروط المعاش. المدة هنا صغيرة. شروط المعاش ان انا كنتكملت مية وتمانين شهر او خمستاشر سنة عشان اقدر اخد معاش اجره اساسي. طب هحل ازاي? هبدأ باول حاجة. هو طالب اول حاجة ايه? تعويض الدفعة الوحدة. هقول له التعويض بيساوي. التعويض الدفعة بيساوي. نفس القانون اللي انا استخدمته. متوسط الاجر. في اتناشر. في المدة اللي هي مدة الاشتراك. في خمستاشر عالمية ودي سبتة. نفس القانون اللي انا استخدمها. تعويض دفعة واحدة واحدة. هاخد من المسألة وحط هنا. هقول له بيساوي. متوسط الاجر عندك تلتمائل جنيه. في اتناشر دي سبتة. في المدة. المدة كام? اهي. خمستاشر سنة. جيبتاه منين يا مستر. جيبتاه من التموين. هو قال لي في التموين مدة الاشتراك خمستاشر سنة. في خمستاشر عالمية ودي سبتة. يبقى انا هنا ضربت متوسط الاجر. في اتناشر. في خمستاشر. في خمستاشر عالمية. متوسط الأجل موجود في التنمين. المدة موجودة في التنمين. بيساوي تمنتلاف ومية. كده أنا جيبت حاجة اسمها تعويض الدفع الوحدة. عايزة جيب حاجة اسمها ريع الاستثمار. يعني ريع الاستثمار. ريع الاستثمار هنا معناه فائدة الاستثمار. مش هعرف اجيبه. لما اجيب حاجة اسمها مدة ريع. مدة ريع هنا يعني يا شباب. المدة الباقية لسن المعاش. يعني ايه برضو. هو مش اداني سنه. هو مديني سنه ليه? هو قدم استقالته او سنه تلاتة وخمسين. بس هو مديني السن بتاعه ليه? عشان اجيب مدة ريع. مدة ريع هنا هتساوي. المعاش بنطلع كام? احنا عندنا ستين سنة. ناقص. قدم استقالته كام? تلاتة وخمسين سنة. يبقى مدة ريع هنا سبع سنوات. طب يا مستر افرد سنه خمسين. كنت قلت له ايه? كنت قلت له ستين ناقص خمسين. يبقى عشر سنوات. افرد يا مستر سنه خمسة وخمسين. يبقى كنت قلت له ستين ناقص خمسة وخمسين. يبقى انا بجيب مدة ريع ازاي? او المدة الباقية لسن المعاش عنده كام سنة? تلاتة وخمسين. فاضله كام سنة ويطلع معاش? فاضله سبع سنوات. مش عارف اجيبها كده? اقول. السن المعاش ستين سنة. اشوف السن اللي هو اقدم في استقالته واطرحه هيديني مدة الريع. جبت مدة الريع كام سبع سنوات? اقول له بقى. ريع الاستثمار. بيساوي. هيساوي ايه? هيساوي التعويض. هني تعويض يا مستر اللي احنا جبناه فوق ده. فيه. مدة الريع اللي هي المدة الباقية. فيه ستة عالمية. ودي سبتة. يبقى هنا ريع الاستثمار بيساوي. التعويض في مدة الريع في ستة عالمية. طيب تعالوا نعوض كده مع بعض. التعويض اللي انا جبته تمن تلاف ومية. عشان كده بناتنا وابنائنا اللي بتفرجهم. ابقى تأكد من التعويض ده مية في المية. لان انا هستخدمه تاني. فلو هنا لقدر الله غلط هتبقى كل المسألة بتاعتنا غلط. يبقى ريع الاستثمار بيساوي التعويض اهو تمن تلاف ومية. فيه مدة الريع اللي احنا جبناها. دوافع لي كلهم كانت سبع سنوات. فيه ستة عالمية ودي سبتة. هنيجي نبص اللاقيهم تلات تلاف ومية واتنين جنيه. يبقى انا كده جبت ريع الاستثمار وتعويض الدفعة الوحدة. طيب لو طالب مني مطلوب تالت ودايما بيطلب المطلوب التالت ده يقول لي مجموع المبالغ المستحقة. مجموع المبالغ المستحقة بيساوي ايه? انا راجل ده ايه عند الحكومة دلوقتي? ليه التعويض وليه الريع. يعني ممكن اقول له مجموع المبالغ المستحقة عبارة عن التعويض اللي زائد ريع الاستثمار. يبقى التعويض بيساوي التمان تلاف ومية زائد التلات تلاف ربعمية واتنين بيساوي حداشر خمسمية واتنين جنيه. كل التمييز بتاعنا يا شباب في المعاش جنيه. هشرح المسألة تاني اللي ما فهمش. هشرح لك المسألة ديك. وبعد كده اديها لك ازاي نحلها تاني. ده مؤمن عليه? انتهت خدمته بالاستقالة. قدم استقالته. سنه كام? تلاتة وخمسين سنة. متوسط اجره كام? تلتمية جنيه. مدة اشتراكه في التأمين خمستاشر سنة. طالب منك في الامتحان تلات مطاليب. واحد. اتنين. تلاتة. طالب تعويض الدفعة الوحدة. هقول له تعويض الدفعة الوحدة بيساوي. متوسط الاجر اللي عندك. في اتناشر. اتناشر دي يا مستر. اتناشر دي سابتة. في المدة. انهي مدة يا مستر. المدة اللي موجودة في المسألة. مدة للسواك اللي مدهاني. في خمستاشر عالمية. ودي سابتة هي. اهم عوض. اخد التلتمية. ضربهم في كام? في اتناشر اللي هي السابتة. في خمستاشر. اللي هي المدة اللي هو مدهاني في المسألة. في خمستاشر عالمية. ادهاني المبلغ بتاعي. بعد كده بقول له. مدة الريع. بجيب مدة الريع دي. يعني ايه مدة الريع? يعني المدة الباقية لسن المعاش. الواحد بيطلع معاش قد ايه? ببقى بيبقى عليكم ستين سنة. وهو في المسألة بيديني سنه. يبقى قوم طباح الستين من السن الادهوني. هو ده الستين هيت والسن الادهوني تلاتة وخمسين سنة. ومتقال ستين ناقص تلاتة وخمسين. اداني كم سنة? سبع سنوات. يبقى السبع سنوات دول هما مدة الريع. بعد كده بقول ريع الاستثمار بيساوي التعويض في مدة الريع. يعني مدة الريع تاني المدة الباقية لسن المعاش. في ستة عالمية ودي سبتة. جبت التعويض وضربت في السبعة في ستة عالمية. طلع لي رقم. بعد كده مجموع المبالغ المستحقة بجيب التعويض زائد الريع. بجمع المبلغ ده والمبلغ ده. واشتغل عادي في المسألة. يبقى دي الحالة التانية من المسألة. احنا كده خدنا في تعويض الدفع الوحدة حالتين. حالة الاولى. ازا كانت مدة الاشتراك تزيد عن ستة وتلاتين سنة. الحالة التانية ازا لم تنطبق عليه شروط المعاش. ممكن يجينا سؤال نظري يقولك. اكمل. يستحق المؤمن عليه تعويضا من دفع واحدة. ازا زادت مدة الاشتراك عن نقط. بربع عليكم. زادت عن كام? عن ستة وتلاتين. لو المدة زادت عن ستة وتلاتين. خلاص احنا بقينا دلوقتي فاهمين. هنعمل ايه? هجيب المدة الديهاني. ايا كانت بقى طالما زادت عن ستة وتلاتين. اقسمها المدتين. ستة وتلاتين. ومدة زيادة. الستة وتلاتين يجيب لها معاش. طب المعاش بيساوي ايه? المعاش بيساوي. متوسط الاجر عن السنتين الاخيرتين. في مدة الاستراك اللي هي ستة وتلاتين. في واحد على خمسة واربعين. بعد كده. اه تعويض الدفع الوحدة. متوسط الاجر في اتناشر. في المدة الزيادة اللي زادت عن الستة وتلاتين. في خمس سوء عالمية. اما في الحالة التانية. لو طلب منك تعويض الدفع الوحدة. ريع الاستثمار. مجموعة المستحقات. بقول له تعويض الدفع الوحدة. انا ما يجيبش حاجة من عندي. انا باخد بيانات المسألة. طلع كده البيانات قدامك. حل كده. انا بحل بطريقتك انت. طلع البيانات. خد سن المؤمن عليه ده. خد مدة اشتراكه. وخد كمان متوسط اجره. شوف سنه. سنه كام? خمسين سنة. اه يبقى افضل له عشر سنين. يبقى دي مدة الريع. اه وبعد كده ابتدى اجيب التعويض. اقول التعويض بيساوي. متوسط الاجر. في اتناشر. في المدة اللي هيبقى مدها لك في المسألة. في خمستاشر عالمية ودي سابتة. بعد كده اقول له. مدة مدة الريع. بطرح الستين من السن اللي هو جابهه ليقدم في استقالته. بعد كده التعويض بجيب. اه ريع الاستثمار بيساوي. اه. مدة الريع. في ستة عالمية. لو طلب مني مجموعة المبالغ المستحقة. بجمع الاتنين على بعض. كده احنا اخدنا اه جزء عملي. وجزء نظري. كده انا عايزك تذاكر. وتبتدي تشد من دلوقتي معاتش اللي اقل شهر من الامتحانات. احنا في خدمتكم كل القناة اه قايمة على خدمتكم. ابعت اسأل اللي انت مش عارفه. قول عليه. ان شاء الله بازن الله. معك حتى في ليلة الامتحانة. هنعمل مواجعة شام الله جدا جدا. ومواجعة مهمة على جزء المنهج كله. في ليلة الامتحانة في قانون العمل. احنا مش سايبينك. بس انت ذاكر. ارجو ان النهاردة انتو تكونوا فهمتوا حاجة من اللي احنا قلناها. وان شاء الله بازن الله نلتقي في المواجعات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. ترجمة نانسي قنقر